اصلنا الى مساحتنا الطبية رح ننتقل ونحكي فيها عن سيوم المرأة الحامل هو من المواضيع الاكتر جدلا بين الناس هالموضوع اللي بثير العديد من التساؤلات عند المرأة الحامل حول صحتها، صحت الجنين او قات الصوم لهيك ليا تلجأ العديد من السيدات للإفطار وعظم الصوم خوفا على صحتها او صحت الجنين الا ان الدراسات العلمية التي اجريت على عدد معين من النساء الحوامل واللواتي يتمتعنا بصحة جيدة اثبتت ان الصوم له كثير من الفوايد على صحة الام وايضا الجنين لنعرف اكتر عن هذا الموضوع معنا الدكتور شادي خلوف اخي السائب الامراض النسائية وجراحتها رمضان كريم ويساة صباحك بالبداية خلينا نحكي عن هذا السؤال الدائم ان المرأة الحامل فيها تصوم وبأي اشهر مسموح وهذا الشي بيأثر على صحته وعصحت الجنين الموضوع الحقيقة فيه اشكالية يعني دايما نحنا بس يقرب شهر رمضان كل السيدات الحوامل بيكون عندهم هذا الاستفسار هل أنا فيني صوم ولا لا حتى السيدات عم يحاولوا يحملوا انه اذا حملت بشهر رمضان فيني وانا صايمة فيني كم يعني بالبدايات طبعا فيني كفي هذا في ناس نكتشف الحامل عندهم وهم بشهر رمضان وبالتالي هم صايمين يعني اصلا هم بمرحلة الصيام فهل أنا فيني كفي الصيام ولا لا هل هذا الجواب تبع هالسؤال هو تابع للحالة يعني أنا ما فيني أقول لك انه كل السيدات فيهم يصوموا او كل السيدات لا يعني خليني أقول سيدة أصلا هي عندها ضغط ملخفض كتير وهي خليني أقول بالشهر السادس أو السابع أو بثلاثة شهر الأخيرين بالحمل أكيد أنا ما فيني أسمح لأنه هي تصوم لأنه عندها مشكلة أصلا بأنه هي بده دعم كتير بالسوائل فأنا ما فيني أخليها خمسة عشر أو ستة عشر ساعة تعاني من نقص السوائل لأنه هذا سيعمل زيادة بموضوع انخفاض الضغط وبالتالي هذا ممكن يأزيها ويأزي الجنين السيدات اللي عندهم مثلا سكري أكيد ما فيهم يصوموا السيدات الحوامل اللي عندهم ارتفاع توتوش يعني كمان في مشكلة لأنه أنا في أدوية محددة لازم أخذها بعوقات محددة إلى علاقة بالأكل لازم أخذ كمية سوائل معينة فأنا كمان ما فيني خليهم يصوموا عندهم أمراض مدنفة هلأ إذا رجعنا بالعكس لنقول مين هنه اللي فيهم يصوموا هلأ السيدات اللي بيحملوا هنه بالثلث الأول من الحمل ما عندهم أي مشاكل ضغطهم موزون متوازن نسبيا خلينا نقول أرقامه مقبولة أعلى من غيرهم فهدول فينا نخليهم يصوموا اللي صغار بالسن نسبيا أكيد فينا نخليهم يصوموا أكتر من اللي حوامل خلينا نقول عمره أربعين سنة وبالتالي هاي ممكن يكون عندها أمراض أخرى تتعارض مع أنه تقدر تصوموا وبالتالي دائما فيه إشكالية بأنه هلأ أنا بقدر تصوم أو لا وهون برجع بقول ما فين نقول لكل سيدات تصوموا أو لا تصوموا هي القصة تابعة أو الجواب هو تابع لكل حالة بحالة تأكيد صحيح يعني دكتور مثل ما تفضلت أنه كل حالة إلى وضعه يعني في حالات ممكن تصوم المرأة بس مثل ما ذكرنا بالمقدمة دائما العلم بيفاجئنا بدراسات يعني أحيانا نكون نتفاجأ فيها ما بتكون متوقعة مثل أنه الصيام هو بيعود للمرأة الحامل والجنين بالفايدة كيف هيك دكتور؟ الآن الكلام مفيد ومهم ومضبوط لأنه دعني أقول إذا سيدة حاملة بالثلث الأول يعني هي داخلة على الحمل سنقول وزنها مئة كيلو يعني بدينة عند بدانة شديدة الآن نحن هدول بناسبنا أنه يصوموا لأنه طبعا بشرط ما يكون في شيء يتعارض مع الصيام أصلا بناسبنا أنه يصوموا لأنه يمكن يقدروا ينزلوا وزنهم شوي إذا أداروا عملية الصيام بشكل كويس طبعا بشرط أنه هنا بدون يشربوا سوائل كثير ويندعموا بالسوائل بين فترة الفطور والسحور ما أنا لأنه أنا السيدة الحامل إذا أبدأ تصوم وما تشرب أبدا سوائل بين فطور والسحور تعتمد فقط أنه هي بدها تعود بموضوع التغذية أو بالأكل فهذا مشكلة نقص السوائل هو اللي يمنعنا الصيام أصلا يعني إحنا ما بنقول للحامل في مشكلة بأنك تصومي لأنه السبب الأساسي هو موضوع السوائل الأكثر ما هو الأكل بحد ذاته أحيانا فلذلك يمكن أن يكون مفيد أحيانا إذا السيدة التزمد بالصيام بالطريقة الكويسة والتزمد بتعليماتنا بالصيام هي وحامل بشكل كويس مفيد بأنه نحن نحاول نخلي الغذاء متوازن نحاول ننزل وزنها شوي حتى تفوت على الحمل بوزن مقبول أكثر لأنه أكيد اللي عاد تفوت على الحمل وعنده بدانة شديدة رح تخلص الحمل وعنده بدانة شديدة جدا 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 وهذا بحد ذاته هو مصدر للمشاكل الارتفاع التوتر الشرياني الارتفاع السكر فبالتالي نحن لأ لازم يكون الجواب طبعا أنه فينا نخليها تصوم أحيانا يكون مفيد مثل ما حكينا عن بعض السيدات فلذلك ما كلهم ينرعبوا بأنه هن ما فيهم نصوم ولأنه يمكن في مجزء منهم يمكن يكون الصيام مفيد أكيد نعم طب دكتور خلينا نحكي عن العواقب يمكن ذكرتها من خلال حديثك ولكن يمكن في كتير من السيدات تقول لا أنا بدي يصوم حتى يمكن الدكتور بيقول لا ما تصومي ما بدي يصوا بس هي لأ يعني بتصوم وبتوصل لمرحلة يمكن إغماعات أو بتضرحة لبعض الأحيان طب مثل هيك سيدات هلأ يعني جواب على السؤال هو حالي الحقيقة مبارح صادفتني أنه سيدة كانت قبل ما يبدأ شهر رمضان بعدة أيام عندي بالعيادة وسألتني وهي حامل بالولد الثالث وعمشي عندنا نخفاض توتر الشرياني شديد الحقيقة وعندها إنهاك وتعب وعندها وزمات وهي بأواخر بالشهر السابع تقريبا وبالتالي أنه أنا في يصوم فأنا حقيقة قلت لا لا بوضعك الحالي موضوع الصيام صعب منخلص ما في أدوية عم تاخدها؟ طبعا منخلص هذا الحمل وبعدين فيك تعوضي الشهر رمضان الحقيقة ما سمعت الكلام فمبارح بعض الظهر قبل الأفطار بحدود الساعتين يقولي زوجها أنه بحالة إغماء واخدناها على المستشفى طريقة نحط له سيرومات والحمد لله الجنين ما كان متأسر بس يعني خلينا هذا نقول قديش حينما نحن ما نسمع كلام الطبيب ومنصر على رأي فيه ضرر قديش ما ممكن نأزي حالنا يعني فينا تخيلوا أنه هذا الجنين تأزى يعني قديش ستكون القصة كارثية وبالتالي ما كل السيدات يعتمدوا على يعني رأيهم الشخصي بالموضوع أكيد كل السيدات الداخلية عشهر رمضان بفضلوا أنه يسوموا ونحن ما لدينا مشكلة بأنه يسوموا إذا هذا الصيام ما يتعرض مع وضعهم الصحي لأنه حتى شيء الحمل حتى السيدة هي مانا حامل أو الزكورة أو إناسا ودخلوا عشهر رمضان إذا عندهم بعض الأمراض نحن نعلم أنهن يسوموا يسوموا وبالتالي هذا الموضوع لازم نكون منتبهين له لازم نكون حذرين منه من يعني نكون بدنا نسوم بغض النظر عن العواقب لأنه متورط أحيانا بالشيء ممكن يكون مؤذي للأم والجني أكيد نعم يعني دكتور الأطباء بيطلقوا على الأشهر الثلاثة الوسطى عسل الحمل هذا بهيد الفترة الحامل ممكن تسوم أو كمان حسب الحالة مثل ما ذكرت؟ طبعا هو بيطلقوا عليه عسل الحمل لأنه هذا الثلث الثاني هو الثلث اللي بيكون الجنين سبت فيه فنحنا خلصنا من الثلث الأول اللي هو خلينا نقول بالعامية مألقاز والثلث الثالث اللي هو بتبلش المشاكل تظهر فيه مقربنا على وقت الولادة فالثلث الثاني هو الأكتر الأكتر يعني رياحة بالنسبة للسيدة بس عنا بالثلث الثاني بيعانوا مننا أغلب السيدات اللي هي انخفاض التوتر الشرياني بالإضافة لأنه بعض السيدات بيعانوا بهذا الثلث بالعكس من ارتفاع التوتر الشرياني بيظهر بهذا الوقت وإضافة إلى مشاكل أخرى وبالتالي اللي هنه بالثلث الثاني وإجا شهر رمضان نرجع من نقول هو تابع لوضعهم هل نحنا منقدر نصوم أولا؟ مع أني أنا صراحة بفضل بأشهر الصيف لما بيجي يكون رمضان بأشهر الصيف ما في كتير بشجع على الصيام عند الحوامل بغض نزع عن بأي شهر بالحمل لأنه الامتناع عن الطعام والشراب فترة طويلة يخبرون تلتين نهار هذا حقيقة فيه بعض الأزى للسيدة للسيدة وللجنين وبالذات برجع بقول السوائل موضوع مهم جدا وبالتالي هل عسل الحمل بيتعارض مع الصيام ولا لا هذا بنرجع نقول تابع لكل حالة نعم دكتور طيب خلينا نحكي بشكل عام في كتير من المشروبات الرمضانية أو في كتير من الأطعمة هي أورادي بتضر المرأة الحامل خلينا نحكي ممكن شو هي المشروبات اللي لازم نبتعد عنها مثلا بيقولوا لك العرق السوس بيرفع الضغط أو مثلا في أنواع عديدة خلينا نحكي عن أبرز النقاط أو أبرز المشروبات أو الأطعمة اللي لازم الحامل تبتعد عنها حلق نحنا بما أنه نحنا في عنا عدد كبير من الساعات بدون طعام أو شراب فخلينا نكون العدد المحدود من الساعات اللي نحنا رح نرجع نقدر ناكل فيه ونشرب فيه يكون فيه شي مغزي أكتر يعني نحنا ناخد كمية كافية جدا من السوائل بدون ما ناخد كمية كبيرة من السكريات بالتالي العصائر اللي هي ولو عصائر طبيعية أحيانا إذا افترضنا أنها طبيعية وغيرا بالأحيان ما عم تكون طبيعية إذا افترضنا أنها طبيعية ملوينات وسكريات كثيرة فما عليك هذا الأزى تبع الملوينات اللي هي سكر وملوينات ومي أما حتى العصائر الطبيعية فيها كمية سكر عالية تكون أحيانا فلاحلة لا منفضل نروح على المي على اللبن فيهم كمية مي كتير كويسة ومفيدين وما فيهم مشكلة هلأ ناخد كمية عصير قليلة مقبولة ما في مشكلة فيها بس نعود السوائل بالعصائر هذا فيه كمية سكر حقيقة شديدة وأطباء التغذية حتى أطباء الغداء لا يحزروا من قصة العصائر الطبيعية لأننا نعتبر أنه هذا طبيعي مظبوط هو فرش هو طبيعي بس فيه كمية سكر عالية أنا للسيدة الحامل ما كتير فضل أنه لما بدي فوت على خلص الصيام يعني خلص ساعات الصيام وفوت على الفطور أنه أخذ كمية سكر كبيرة فضل يكون أخذ سوائل منيح أخذ شعوربات منيح يكون الأكل فيه شوية ملح أكثر من العادي إذا فيه انخفاض بالضغط ويكون الخزاء متوازن يكون فيه تمر فيه خضار فيه فواكه فيه لحوم بشكل مقبول ما نروح كتير على السكريات والحلويات قاصة هو اللبن يمكن أحسن الشيء ويعمل ريلاكس ويبورد هلأ ممتاز جدا اللبن فيه كمية ملح جيدة فيه كمية مي كتير كويسة وممكن يعطل وبيئت مثل ما بيقوله يعني يعطل السيدة فائدة ممتازة فخلينا نستغل هالعدد من الساعات لا تكون فيه واجبة الفطور هي أتأل واجبة خلوه هالثمان ساعات يكون كل ساعتين فيه عنا شي ناخده سواء واجبة خفيفة أو سناك خفيفة حتى تقدر الحامل تدعم حاله لتفوت على الساعات الصيام بشكل هي تكون مرتاحة فيه أكتر نعم يعني دكتور في حال الحامل صامت ووضعه كان مستقر وطبيعي شغلات معينة لازم تمتنع عنا لو كان وضعه طبيعي يعني مثلا فيه شغلات أنه لو أنت منيحة لا أنه ما بصير تاكلية أو هيك هلأ أهم شيء الحقيقة هو هالكمية الكبيرة من السكاكر نحن بناخدها بشهر رمضان يعني خاصة الحلويات اللي تبقى دسمية جدا وفيه كلو العربي وهيك ايه كمية سكر هائلة خلينا نقول نعتمد على حلو البيت أكتر ولو أنه صار بيعزبكن أكتر تعملوا حلو البيت بس يعني يعني فطور وحلو بيظل مقبول أكتر أنه نحن بالبيت بيظل مضبوط كمية السكاكر الموجودة بيكون طبيعية أكتر من الشيء اللي بيجي أحيانا من السوق ما فيقول أنه ممنوع العرق السوس دعونا نحكي عنه العرق السوس بكمية قليلة مانو مؤذي ولكن أكيد بكميات كبيرة لما الست بدا كل يوم تشرب ثلاثة أو أربع كاسات يعني مشكلة وتعود السوائل بالعرق السوس وبالتمر هندي وبالشربات الرمضانية اللي هي عبارة رافع للضغط يمكن أن يفيد السيدات الذين لديهم هبوط بالضغط ولكن السيدات الذين لديهم أصدفاء ضغط فما لا مفيد أبدا أكيد سيكون مؤذي ومضر نعم دكتور يعني من لاعي بعد الفطور دائما بيحسوا فورا الصايم بيحسوا بالتخمة الفضيعة فما بالك الحامل وأيضا يمكن لأنه نحنا ما عندنا قدرة تهضم أصلا نحنا منقلهم دائما أنه مت الحامل بشكل عام لازم إذا نفرضنا هي بتاكل بعادة ثلاثة وجبات كبار دعنا نعملهم ستة وجبات صغار نقسم كل وجبة لوجبتين لأنه المعدة ما عندها أدرة بسبب هرمونات الحمل وبفعل هرمونات الحمل أنه يكون عندها قدرة على الهضم بشكل مريح وبالتالي دعنا نخفف عليها الوجبة للريحة لتساعدنا ونساعدها وبرمضان بالذات لما أنا بمتنع فترة طويلة ما فيني أجيب يعني أعطي حمل هائل وهاللود الكبير على المعدة لذلك يجب أن نكون الوجبات خفيفة وفيها الكمبرجعب والكمية السوائل المنيح حتى نحن نقدر نأخذ هذه الفترة بشكل مفيد لنقدر نصوم بشكل مفيد كمعاني بدون إزعاج لا للسيدة ولا للجن يعني دكتور الحوامل أحياناً بزيد أكلهم بفترة الحمل كيف إذا صعموا وكانوا على الفطور وكان في وجبات متنوعة يعني قديش لعزم الحمل شوي تضبط حالة على صفرة الأفطار وخاصة أنه هي يعني ممكن تكون تاكن أكثر من الميرا العرشية هلأ هي الحقيقة الحامل بتوقع حالة بتوقعنا مثل ما بيقولوا بيحيص بيص بالحمل وفي شهر رمضان لأنه هي بدي تصوم ما بدي تصوم الولد يعني الجنين هي صح حتى يعني تحمل خمسين شهر شو بدي أعمل أنا وممكن تصوم يوم وما تصوم يوم طبع 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 نحن خلينا من قبل نقيم الوضع مظبوط هل نحن قدراني نصوم ولا لا لنقدر نصوم كامل الشهر ما أنا صوم يوم ويومين وإفشل بعدين وهذا الشي رح تكون زعلاني بأنه ما قدر تتكمل ونكون أخذنا الأزا فقط بدون ما نكون استفدنا فهل نقيم القصة قبل ويكون في زيارة للطبيب بالاتفاق معه ولا أنا هل بقدر نصوم وكيف لازم نصوم يعني مو بس أنا بقدر نصوم أنا خلال فترة بين الفطور والصحور أنا شو لازم أعمل حتى أنا أقدر تكمل اليوم التالي بشكل مريح وآمن ما يكون بس هو يعني رغبة بدون النظر للأضرار طبعا نعم دكتور يمكننا خلال أيام الحمل دائما بتقول السيد الحامل أنه عم حس فيه مرار عم حس فيه حرقة عم حس فيه ففيه مضاعفات كتير يمكن بتصير بجسمة طيب هيدا الشي كيفية هي تخلص منه؟ مرار المرار كتير بسمع أنه الجهاز الهضمي هو من أكتر الأجهزة اللي بتتوتر بالحمل وهرمولات الحمل كتير إلى تأثير مزعج للسيدة أحيانا أو لبعض السيدات السيدات لأ يمر الحمل عندهم وكأنه شيئا لم يكون يعني ولا محام ولا أزعاج ولا حرقة ولا حموضة ولا شيء بس حقيقة الجهاز الهضمي هو لبعض السيدات عم يكون مؤرق يعني مزعج بتعاني كتير من أسر الهضم من هذا القلس اللي هو بالعامي هو الحمضة الموجودة دايما فنحن بيخدمنا رمضان أحيانا شهر رمضان بيخدمنا عند هدول السيدات أنه معدتهم ترتاح قدر الأمكام بشرط أنه أنا ما روح على فطور يعني وأعطيها من واسع لأنه مقول لأنه هذا رح يكون مزعج أكتر للمعدة اللي هي ارتاحة فترة منيحة بعدين إجاهها حمل عالي مثل ما قلت قبل شوي فلذلك بدنا راعي الجهاز الهضمي بغض النظر عن شهر رمضان الحامل وموضوع الجهاز الهضم عنده كتير لازم يكون مرتاح فيه وإنما عمقون أسم ثلاثة وجبات لستة لأنه جهاز الهضم ما بيقدر يحمل وجبة كبيرة تقيلة وبالتالي هذا بحد ذاته رح يكون مزعج السيدة يعني السيدات بيراجعونا بأعراض أو بشكل إسعافي أنه أنا عندي لهته وخفقة وضيئة نفس وضيئة خلق ومع ما يستطيع أخذ نفس يعني والله الدكتور محاق مع أسه بدا يكون على الصفرة أو في مليون نوع ما راح تقدر تقسمه الموضوع كله عبارة عن تشنج كولوم بسبب عصر يتهضم ناتجة عن تناول وجبة كبيرة يعني إحدى السيدات مرة يعني أكل السجئات وهذا الأكل في تخيل الدسامته يعني فأطررين ندخلها على مشفى لأنه حتى نعود سوائل ونعطيها أدوية لتقدر تهضم يعني فيه ناس ما بيكونوا منتبهين شو عم يعملوا وهن حوامل طب دكتور طيب ما فيه شيء المرأة تأخده مثلا شيء طبيعي بيقلوا لك مثلا عريق تأخد شيء جيلة بغلف المعبي أو حليب بارد أو فيه كثير شغلات طبيعية أو أسلوب حياة خلال الحمل فيها تعملوا بس يمكن في السيدات ما بينتبهوا يش بقولوا رغباتهم يعني أكثر من قدرتهم على التحمل يعني وبالتالي لما بيجيوهم صفرة غنية فيها كثير مالزة وطاب فيكون المقاومة صعبة وأنا بيعزرهم بس بالنتيجة هي مسؤولة عن حالة وعن جنين فلازم نكون دايرين بالنا بهذا الموضوع بشكل كويس حتى ما نتعذب ونضيع تعبنا على الفاضي قبل ما نختم دكتور معلومات كثيرة عطيتنا إياها الرياضة اللي دائما إحنا خلال لقاءاتنا منحكي عننا بالصيام وغير الصيام أدي مهمة الرياضة للمرأة الحامل وخاصة في شهر رمضان اذا قلت عن رياضة عن سيد حامل صايمة يمكن지는ظر صعبةed لكن اذا قلت عن رياضة عن سيد حامل و underestimedia هذه الرياضة مطلوبة لا يمنعون بربط المجاوب add 함 vintage لا يمنعون أدرا بمثل الرئياضة ولن يصعون boost لا يصنعون جن بسيط اي trials و reliability لا يصنعن رياضة عنيفة ولكن هذه الرياضة بالحد المقبول فيها هي ضرورية dallرياضة وهي ضرورية إلى فوائد على جسم السيدة وهي على صحتها وتعوى الحئول مع الجني لأنه بالنتيجة هو كله بالنتيجة هو لصالح الجنين أكيد دكتور سادي خلفتنا بدنا نتشكرك وأكيد كثير من السيدات بيكونوا استفادوا وبالنهاية منقلهم دايما راجعوا الدكتور وخليكم عن تعليم الدكتور مرسي كثير لألك رمضان كاريم شكرا رمضان كاريم أما هلأ مشاهدينا